السباح الخير عليكم ومرحبا بكم سوال الشان يوتيوب الطبخ مع ليلة اسهل هني معاكم اليوم باش نوجدو فطائر يعني عز سريع بالعجينة السحرية 10 دقائق ما راحش نخلو العجينة دينا يعني تخمرو شوفو كيفاش راح يجو فغيمن فغيمن طريين هدو ما يعني تقدرون توجدوهم في دقيقة الخرا يعني كيما يكونش عندكم الوقت راح نقطع لكم وحده باش شوفوها شوفو ما شاء الله يعني يجو فغيمن فغيمن خفاف وبلا ما خلينا يعني العجين دينا يخمر مام الحشو راح نديرو حشو يعني سارع جدا راح يوجد هوتان في ضرف يعني زوش تقايق هنقولو والحشو دينا راح يكون واجد تفضلو معايا راح نوجدو هاد الكيفية كيف كيف نبدو بسم الله الحاجة الأولى راح نديروها راح ناخدو كاس داع ما يكون دافئ ان الكاس ديالي فيه مياو عشرين مليلي لتخ ما حبيت يعني اندير كمية كبيرة وعند دي كاس حليب هوتان يكون دافئ وانديرو تياد وانديرو تياد هادرزي ترح نحطو دو كوته بعد ذلك راح ندير ملعقة كبيرة تعل خمير تل خوبز ان كيارة سوپ دو لفور بولانجر وراح ندير السكر باش يتفعلي لخميرا ديالي دانك ملعقة كبيرة تاع السكر ان كيارة سوپ دو سكر راح نزيد لوم شوية تاع الفارينا يعني باش هوتان يتفعلي راح ناخد يعني تقريبا ثلاثة الى اربع ملاعق كبار تاع الفارينا 4 كيارة سوپ دو فارينا راح نخلط كلش ونخلي الخليط ديالي يتخلي الخليط ديالي يعني يخمر شوية تقريبا 10 الى 15 دقيقة راح نخليطهم يعني شوفوا معا السخانة اليوم راح نزيد له نصف كافة تاع الزيت وراح نبدأ نزيد الفارينا يعني تدريجيا معني ما نزيدوش كلش على مرة العجينة ما راح نخليوها نزيدو الفارينا بزاف باش تولي العجينة يعني يبسا نبدأ نزيد غير بالعقل منطمها يعني تقريبا راح تاخد لي خمسة كيسان احتست كيسان تاع فارينا وراح نزيد خميرة 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 كيمائية وراح نزيد تانيت شوية تاع الملح تقريبا ملعقة صغيرة تاع الملح ونكمل نزيد الفارينا ونخلط العجين ديالي حتى نحصل على كيما قلت لكم عجينة تكون طرية ماشي يبسا يعني قابين تلسق في اليد ما نزيدوش بزاف الفارينا باش مجينش بزاف العجينة يبسا هنا بعد ما طميت العجينة اديالي ودلكتها شوية تقريبا واحد زوج دقايق شوفوها يعني طرية راح نبدأ ندير ديبول ادي درتبيها 12 ملح هكذا راح ندورهم نحطهم كامل دوكوتة بعد ما وجدتهم كيما قلت لكم 12 يعني تقدروا تكبروا وتصغروا كيما حبيتوا في اليد يوم راح نبدأ ونحكموا بالوحدة راح نحطها ناخد بيضة هكذا نخلطها ندخلهم في البيضة ديالي ونبعد ندير الجلجلان يعني كنت حابة ندير شوية جلجلان شوية سانو جميع ما عنديش عندي غير جلجلان راح نحطهم ونحطهم ونحطهم ما راحش نحطهم متلاسقين راح نخلي الاسباس بين شاك بول ولي قدامها نكمل هنا راني درتكامل راني وجيتهم راح نخليهم يريحوا قريبا واحد العشر دقائق لتنوجدوا الحشو ديالنا وش فيه بسم الله راح ناخدو نحطهم نفرغها في البول كما قلت لكم الحشو بزاف بنين ويعني ايجي طري راح يزيد يعطيك شغل بنا للفطائر ديالي كما قلت لكم في دار راح نجدو هنا عندي شوية زيتون خضر مقطع نبوات 2 طمات 2 طمات راح ندلها شوية زيتون هنا عندي شوية كريم فخيش يعني ماشي هادك الليكيد يعني لتكون شادة روحة راح ندير تقريبا زوج ملاعق تقريبا وراح نزيد الفخوماج نديرو فخوماج فخي هادا ولا پورسين ووش عندكم يعني راح ندير زوج ملاعق وإلا عندكم پورسين ديرو تقريبا واحد ربع متلاتات تاع الفخوماج وراح ندير ان كانت تاع الفخوماج غابي هادي هي يعني المكونات اللي راح نديرها ما راحش ندير الملح لبالكم الجبن يعني مالح زيتون مالح طو مالح راح ندير بارك انتوت باتيت كانتت تاع الفلفل لكحل نخلط كلش ونجي نجيب الكاس هنا كاس تعمى يعني الكاس يكون عارض شوية ملتحت يعني مش دقيق بزاف بش يعني البوغجوغ ما يكونوش بزاف اعراض راح نحكم الكاس ديالي ونعبز فيه في وسط اللي بول ديالي ما تخافوش يعني الكاس ديالكم ما راحش يلسق لكم بسكو يعني فيهم الجلجلان ويدا ما درتوش الجلجلان يعني فو بخيفير يديروا الجلجلان ولا الحوبيبات مع الأخر يعني ديروا شوية زيت في الكاس ديالكم باش ما يلسقش باش نجي انعمرهم راح ندير ملعقة هكدا فهدك الفرغ اللي درتو بالكاس ما نكتوروش بزاف بسكو بعدة راح يسيلو لكم يعني خليو شوية الاسباس باش كي تغلي هاد الخالط بعد في الفوق يبدأ يغلي يعني ما راحش يسيق لكم راح نشباحهم يعني ساغازتو شوانا قولت ندير شوية زيتون راح ندير شوية كحل وشوية خضر غني امسخنا الفوق ديالي تقريبا على درجة حرارة تكون 180 درجة إذا 200 درجة وشنو راح خليهم يريحوا تقريبا ربع ساعة قبل ما نطيبوهم هامليك الفطائر ديالي كما راكم تشوفو فيهم بعد ما طيبتهم شوفو كيفاش يجو هاي لين مقطنين مقطنين فريمان نتعي لعجينة ديالنخلينها خمرت ويعني واحدة دو فوام يجو بزار طريين ساهلين الحشو ديالهم يعني راح يكون مشمخ يعني ما يجوش فريمان نشفين ملاح بزار هاي لين كيما قلت لكم نديروهم على سريع تقيقة الخرابة دي البورك ولا مملاحات هكدا في يامات عربية يعني في يامات الأخرين يجو فريمان يجو فريمان ملاح وروجي الصيف ان شاء الله ومتان خفاف وما يشدوش بزاف الوقت voilà جسبر الوصفة عجبتكم ووالا والوه ترجمة نانسي قنقر لترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر